عندي سؤال حضرتك هو حلال إن البنات تيجي على أخوها عشان جوزها وأولادها وتاخد منه فلوس وتطلب منه حاجات وتخلي ولادها وتخلي ولادها يطلبوا منه مع العلم ظروفها كويسة ولو مراته اتكلمت يقولوا عليها طماعة ومراته دي بتصرف على البيت وهو بيحوش من وراه ويدي اخواته اللي هم أصلا معاهم فلوس ويريد حتى بيعملوا بيعملوا ولاده كويس هل دا يرضي ربنا السؤال الأول السؤال الأول أنت تعرف السؤال كده كان بين الأول وبعدين بظهر في الآخر أن مين اللي بتسأل مرات الأخ مرات الأخ هي اللي بتسأل أن الأخت بتيجي على أخوها وتخليها يدفع فلوس ما يدفعش لو هو مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هي لا هي فقيرة ويجب عليه أنه ينفق عليها إذا افتقرت ولا أي حاج خالص هي وإلا حاصل بدلها هي معها فلوس ويقويسة لو أنه لم يدفع لها هذا المال لا يكونوا آثما لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لكن لو أعطاها الصدقة وهي مستحقة ياخد ثوابين ثواب الصدقة وثواب القرابة يبقى إيه اللي حاصل بحكتين هم مواطحين عندنا إذا كانت هي محتاجة وهو قادر يعطيها فإذا أعطاها أخد ثوابين ثواب الهبة أو ثواب الصدقة وثواب القرابة طيب وإذا كانهم مش قادر ومش محتاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وإحنا عندنا قاعدة تخلينا يتضح لنا الكلام بشكل لفظ السهل كده إذا كان الإنسان معاه ما يبخلش لأنه ده يوسع عليه في الآخرة يبقى معانا ما نبخلش لكن لو مش معانا ما نستلفش ولذلك لابد إن إحنا ببساطة وبسهولة نقول لأخونا ده إنت بتسألي هل ده حرام إن الست لو إن هي تكلمت لا من حقا إن هي تتكلم مع زوجها إزاي يديروا حياتهم وخاصة لو كان البيت محتاج لده لو كان البيت محتاج لده يبقى إيه أول وما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله فعليه إن هو ينظر إرار عياته أولا ثم ما فاض يعطيه لغيره ويكون دوت هو ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة إن احنا بنقول إن أخته عندها ما يكفيها فيبعزا عليه إن هو يكفي أولاده ثم ما بقي يستطيع إنه يتصدق به إذا كان يتصدق على محتاج وخلينا فهمين أنت زر ورثتك أغنياء خير من أن تزروا معالة يتكففون الناس وخاصة أن البيت أيضا يحتاج إلى هذا المال التي تساعد في هذه الزوجة